خلفت مظاهرات العشرين من أكتوبر 2022 أضراراً وخسائر مادية كبيرة حيث طالت أياد التخريب بعض المباني العامة ومقار الأحزاب السياسية خاصة حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد الذي يترأسه رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صالح كبزابو وحزب التجمع الوطني لديمقراطيين شاديين حزب رئيس الوزراء السابق باهمي فداكي ألبيران حجم التدمير والتخريب الذي لحق بهذه المباني ومحتوياتها والنيران التي أضرمت فيها تؤكد عدم سلمية المظاهرة التي قادها بعض الذين غرروا بالشباب الأبرياء ودفعوهم صوب بعض المباني خاصة مقار الأحزاب السياسية التي قرر زعماؤها مرافقة الفترة الانتقالية وذلك في عملية توحي بعدم قدرة منظمي المظاهرات على قبول الاختلاف في الرأيه هذه العمليات المؤسفة أدانها رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريس ديبيتنو الذي تفقد أولا مقر حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد حيث كان في استقباله نائب رئيس الحزب وبعض قياداته ووقف رئيس الجمهورية على حجم الأضرار التي لحقت بالمبنة وأعرب عن أسف الشديد لهذه الطريقة في التعبير عن الرأي والتي تتنافى مع مطالبهم بتحقيق العدالة والديمقراطية ومن مقر حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد توجه رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريس ديبيتنو إلى مقر حزب التجمع الوطني للديمقراطيين الشديين حيث كان في استقباله رئيس الحزب رئيس الوزراء السابق فهم بداكي ألبير وبعض قيادات الحزب وقام رئيس الجمهورية بجولة داخل مقر الحزب ووصف الأمر بالمحزن وقال إن أبسط قواعد السياسة قبول الرأي الآخر متسائلا ماذا سيكون مصير الدولة إذا ما استلم يوما ما هؤلاء المخربون زمام السلطة وأشار إلى أن استغلال الشباب والتوريطهم في عمليات التخريب والعنف الممنهج لا يخدم الدولة بأي شكل من الأشكال بل يضر بمصلحتها خاصة وأنه مستقبل هذا البلد الذي يتطلع الجميع إلى أنهضته على سواعد هؤلاء الشباب لا شك أن البلاد وعقب خروجها من الحوار الوطني الشامل والسيدي بحاجة إلى فرصة لترجمة مخرجاته إلى واقع يلامس حياة المواطنين لذلك فإن التهديئة والتعبير عن الرأي والمطالبة بمسؤولية هي أمور نساسية في ظل المرحلة الحالية والتي ستجنب البلاد الكثير من المشاكل التي هي في غنى عنها